قحالي في مهن راديو وجعنا لكم في ساعتنا الاخرة في المادام وجير وجعنا لكم مع خوية راجح رو بونجور اهلا اهلا واسهلا هل بك شئ كونسانتري وينك خوية صحب خير رو بونجور خوية راجح رو بونجور دالي رو بونجور لو اي رو هلو اهلا وسهلا بيك تلتحق بينا The Queen of good vibes يلا مالكة الموجات الإيجابية أختنا زهيرا بونجور نحويل نحويل نكملو العام هكا مش نورمال فازا والله هكي شكمل جمعة كيم لهاكي راسي مش بشيوخرج مثلا نمشيو بعك توت سويت لش انتي شكون بجيت شكون شكون انتي كيف يكون انتي شكون وقت البيلان زهيرا متاع العام مش نحكيو على البيلان كيفاش نعملو البيلان متاع العام اكزاكتما وكيفاش بالبيلان هذي كان نجمو نحضروا العام اللي بعد مش بيلان شركتك هوا حتى بيلان نفسك هذي هوا ما هذي تصبوا للقبضة متاع روحكم متصبوا لها دعا هذي الجيج هو انتي معني دوت فاسون كفان بارش عبية تبدأ تعيش في حياتها متى قفش بش تعمل كستوب متاع خانت فقد الاسسانس الزيت الفيلتر متى تمشي طول طول حتى يجي نهار بدانهم ويقولوا ماييستوب يقف غادي لازمك جوتوا بليش بش تعمل البيلان تحك احنا توا جمعة الاخرة مع متاع عام الفين وواحد وعشرين منعرش كان كان خير من الفين وعشرين مزوز عوام مذهبين لنحيهم الكالندرية ليه عليش هو المشكل فيش اللي عام نقولوا احنا فوت عام خاتر الاسبكتيشنز تحسوا فرط عام ياسر كي خرج الفين وعشرين والدنيا بش تتبدل الفين وواحد وعشرين مسكين كانت له المسئولية صعبة شوي خاتر سبقو الفين وعشرين كي لانترينير كي تبدل ما صارتش صحي بزاب تضربت خاتر الفين وعشرين تعاد عام ياسر دراكي فيش عام الفشل عام التعب عام الناجيح عام الجاو عام سميه العام هذي كنت سميه عام كم الفين وحد وعشرين كا كل ولا في كا كلو تعطيه اسم كالتترم تالفيلم معنى انا تنت باي يوسف شتقول انت ماليق بال لزوبجيكتيف لي كملو معنى تخي بيان لو ايش عندك لو اي طوب الليرة وخلقني اقصم بالله اقصم بالله شوكي وانت عام تتوقع كل شي انا انا نقول عام انا عرص معناتها تتوقع كل شي نقطة استفهم انا نقول احنا وقفنا لحقيقة هذي توا كونسيبت متاع على غيزينيانس اللي هي قول كيفاش قدام كريز ولا قدام ابستاكل تيحو تيقف هنتعلمنا نتحون يقفو على الاخر كممم وبيقي نضحكو يا أخويا والله يقضيش قلوبنا به هذي هو اللي واحد لازمو يوصلك يعمل البيلان ساعة نقعد معا روحي هذي باش تقولي كوني عمل معاي البيلان لكوتش ولا حد شي تحب تعمل البيلان معناتها وحدك حول وحدك قبل بعد ما لقيت تحب تشوف كوتش تحب تشوف كوني يقفو معاك باش تخامم مش مشكلة ونقعد معا روحي ساعة نخلي وقت نقول باش ناخذ ساعتين وناخذ ورقة وستيلوم نجامش نعمل هكيكا البيلان ونمشي في بلاسة نقعد فيها رايز ونبدأ نكتب اللي باش نبدأ نكتب دونك جستو مقب يظهر التيتر متاع العام نعطيه هو الاخرين نبدأ نكتب شنو اللي حققت وشنو اللي ما حققتش وشنو اللي كوني كان به وشنو اللي كان سعيب أما نقف شون ونفو عملت البيلان هذي نجم انا انا افك الوركول نقول شنو ما الكفاءات اللي استعملتهم وهما موجودين في شنو ما الكفاءات اللي انا قويت فيهم روحي لعام سنة شنو ما الكفاءات اللي مزلتني قصتني دونك نعمل ديجا اللي حققتولي وصلتلو وشنو ما الكفاءات اللي نجم نعمل عليهم اليوم ولا نهاري سيئة ذكم فيا موجودين وشنو ما الكفاءات اللي نجم ان نقوي فيهم ونحسن فيهم وكل حاجة نجم نحسن فيها نعمل لها بلان داكسيو كيفيش بش ننجم بار اكزامل الكمبيتنس هذي نقوي فيها اسك بش نحط فورميشون اسك بش نتعلم اسك بش نسأل خبير أي حاجة كل كل واحد تقول انتي مشي ennvoyاج بش نهزل كربто بش نعمل بلان انتي تعمل بلان بتاع الفين وعشرين اما ما تنجم تعمل بلان الفين وعشرين لما انتي تارف في الفين واثنين وعشرين تنجم تعمل بلان بعد الفين واثنين وعشرين لما عندك نيزاكتمن نيفو متيعك في كل شيء في 2021 نحن نعمل النبو نغذر الروحي نقيم روحي هو فنالما البلان شنوه تقييم الذات تنجم تعاون روحك خاطر في الخدمة عطاوني بروموسيان معنى يا سيبان انا في الخدمة ساوا به عام جي كيفيش اوكي اما زيدة فاما حاجة مهمة برشة حتى كي نعطاوك بروموسيان في الخدمة انتي لازم تحذر للبروموسيان جي مي مبين تحذير لبروموسيان جي يخذي تفرح بروحك برشة بيش بش تفرح بروحك بش تستعرف روحك بالجهد سوفان راهو ميش نتيجة هي اللي بيها الفيدة سوفان الجهد اللي انتي حتيتو فاكل مشروع هذي كالجهد اهم من نتيجة خاطر نتيجة توجي بالوقت اما الجهد لازمو يقعد constant وواغ يزيد اما ما ينقصش وزيدة جو بلاني في اللي باوز متاعي في البلان سامحني برشة حاجة عملتو متعبتو متفيهم يزمني نخذ دي باوز نفرح بروحي كل راس عام نجمو ندير روحنا كادو كادو ينجم يكون كلم به الروحي كادو ينجم يكون حاجة شريتها لنفسي كادو ينجم يكون عبد معناتها مشيت لو سئلتو كيسكو تيبنس دمواش فيها كيبدا عبد يحبني ونقول انتي اشتخامم علي وكيفش تراني والكل تشكون حاجة مهمة بارش يزمو يكون عبد كيتو جوجبا ومش بش يوجعك بكلامه وحتى وكين يزمو بينك وبين وثيقة كبيرة حتى ان وجعك بكلامه حاول قول النقد اللي جاني كيفش نجم نحسن به روحي دون هذي البيلان شعملت به ما نقولوش عملت الخايب خاطر حتى الخايب يتصلح شنو النجم نصلح شنو اللي نجم نصلح فيه شنو اللي يبشيكون سهل شنو اللي يبشيكون سعيب كل حاجة نقصها تروف تروف كل مشروع عندي نقصه تروف تروف ومن بعد نجم نشوف شنو ما ميخ سوفنيغ شنو أحسن سوفنيغ عام السنة شنو أحسن ضحكة حكتها السنة شنو أحسن إفنمان مشيتلو شنو الحاجة اللي كانت مهمة في حياتي وبدلتها بور توجوغ اللي نزيدلو صغير اللي عرس كمدالي اللي لزيفنمان أمبخطان لكل نحطوهم ومشكل اللي يفرحوا زيدا لقدر الله إذا كان واحد فقد شكون شنو الدرس اللي تعلمتوا من كل حاجة به يا ولا خايبة صارتلي فما عباد تضرت في صحتها فما عباد مع أنتها قاعدة تعيش في نفو متاع خوف كبير من الدنيا نشوف أنا كيفاش نجم قوي روحي باش معادش نخاف من الدنيا وانتو كالحاجة اللي أنا نسيطر عليها النجم نتحكم فيها ما نقعدش متقعدش الخوف هو اللي يقدي فيها في حياتي وهز فيها في حياتي ديجا كنوصل نحكي مع روحي هذا الكل باش نلقى برشة به اللي أنا بتتخمنيش راه فيه اللي بيه بشيكون أهم الخايب ولا اللي بشيكون أهم الحاجات هي الحاجة اللي سيئة موجودة فيها ومعاش تتنحالي وكانش يصير في الدنيا هذيك بيها باش نقدم كنجي نحط سيقي على القاعة باش نبدا ركز معناتها خاطر نعف تروحي عندي الكفاءات هذيك وعندي التجربة هذيك وعندي لزا كومبليسما هذوك وما يزعزعني حتى حد بهم هو من نجم نحق كل شي دونك هذي يرنديفو مع روحك قبل ما تخرج سهريت الريفيون ومازيل مخك فوقك سمعت راجح قبل ما تخرج تعمل البيلان بتاعك وكي تبدأ في سهريت الريفيون كسوس واحدة تبدأش يواحدك قدام التالي ما هوش مهم افرح بروحك ما فميش واحد فينا معملش حاجات بهين برشا وحتى لي معملش بهي برشا عمل بهي ولي في بيلو معملش البيهي معملش هي خايب دونك ينجم واحد يفغي ماهو نهارت الريفيون في عوض تفرح مع العائلة والصحاب ابدأ افرح بروحك وينفوها شخت بروحك سي يتعدل السحاب والعائلة وان شاء الله دي ما فرحاني حليك زهير لازم كورسة ثينة وسبعين مش ورقة انا اخرج الفين وحد وعشين مزيتم عملت شبدان ذيك مشكلته اي ما سمحني عامل غيتو عامل غيتويل عذايما اللي هو قاعد يعاون اي هربتيل عذايما اي ليا امكوالي هو قفيلة روكي اعطيني الكلمة قلقنية لانه يكل فيه لمشتو كان اي لنا كين خمم فيه كي ما نبداش فيه اي فهم نعيتلو لواي عظيمة اما مازيل مش نقوله مازيل انا الوافقة ما اخذها المارس ما انا المارس ما تحسن ما تتي عندك الوافقة متاع الكوستيوم لازم يجيه به في العرس طبعا وده لي وعدني بحاجة لطولة يجيبها اللي هاي كل مرة يقول لي بروتيين اي شي اي تغذي اذا هالي مش تنصحك بالبروتين توتسويت في ساحة صغيرة كما نعملو ترتيحة صغيرة شكرا زهيرا نتقبل معاك نهار الخميس نهار الخميس ان شاء الله زي دعتينا بيلون وح داخل اكيكا يقرب لا ذاك الودغلو 2022 يلا 11 و 16 دقيقة نخرجو بيوب وراجعين معاكم في المدام وجيح تسعة ونصف نصف نهار تبع المدام وشوف اللي سار مع وجيح الجندوبي على اي فهم احلى راديو 11 و 19 دقيقة على اي فهم احلى راديو قيد صحة صغيرة صحة صغيرك صحة صغيرك باي ميد بوينتين والموقع تبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيها قرب تبيبليك وتاخذ معا موعد على الانترنت اليوم في صحة صغيرك جو براثر سمحني اليوم في صحة صغيرك مش نحكيه على نقص الوزن عند الاطفال تحضر معنا اخسائية التغذية العلاجية مدام مريم الشرقي اهلا وسهلا بي مرسي عايشة ماذا حوالك مدام خيبيان خيبيان عايشة قبل كل شيء وقتش نقولو الي صغيري يعاني من نقص في الميزين فما فارق ما بين نقص في الميزين ونقص في النمو هذي يجوي بيزمي جوب عليه البيدياتر معتا تبيب الزغار قبل ما تعضيه الاخصائي تغذية يزم نهزو صغيرنا للبيدياتر وعسنا نلاحظو عليه معتا الي هو ضعيف نقولو احنا نهزو لطبيب بش يقولي هل انو عندو نقص نمو اللي متأتي من اسباب عضوية تنجم تكون اللي غجي اللي مانتاق تنجم تكون مالادي سيلياك وإلى اسباب نفسية زيدة تتأدي النقص في النمو وإلى الحالة الأخرى اللي هي في خيقان معتا موجودة أكثر اللي هي سوء تغذية نقموش قاعد يكرب قاعد يهز في صحته وكيف ما يلزم كيفاش نتعاملو مع الصغير اللي عندو نقص في الميزين وقت اللي تبيب صغاري شخص الوضعية هذية باش يهز باشي معتها ينصح الأولياء انهم يهزو للأخصائي تغذية باش ننعرجوا للمشكل هذة أخصائي تغذية هوني باش يشوف ساعة مادة خطورة الحكاية معتها خاطر عنا فامة مكورب دو كواسانس متاع ميزين تحطها منظمة الصحة هي اللي انسو غفير معتها الكلاسي وقت اللي نشوفو معتها الوضع كيفيش أول حاجة لازمنا ندوها دي دراماتيزي ما نخوفوش صغير نفسرولو بالكدي يلزمو يفهم مهما كين عمرو معتها بتاريقة تتميشا مع عمرو نفسرولو معتها شنو الوضعية اللي هو فيها عليش لازمنا نتلهو بيه لازمنا نحسنو الميكلة على خطر هذة عنده تأثير على المناعة نفسرولو وبعد نتعديو للمرحلة ثانية اللي هي التربية الغذائية الإدوكاسون نوتريسيوني أكثر منه ريجيم بنسبة لصغيرات مش كيف ما الكبار كيف ما صغار هكا معنتها نتعاملو مع الصغار جستما وقت اللي يبدأ عندهم نقص ميزين شنو الاسباب النقص الميزين عندها الاسباب هو نقص الميزين سيت موتيف دو كونسلتاشون خريقون برشا دي ما يجيو صغار يجيبهم أوليهم نقص الميزين عليش هي حاجة موجودة برشا حالة نفسية تسمى النيوفوبي أليمانتر دي عندها خوف من الماكلة جديدة تبدأ من عمر عامين تاخد البيك متاحة مبير ثلاثة واربعة سنين وتتواصل مع الصغار حتى لعمر ثمانية سنين كلين تجيبوا حاجة بشيكلها لا يحب لا يحب حتى يذوق يخاف منا ما يعينوش بشيكل ما هو الحل وقتها هذا سبب الرئيسي لا يحبوش يأكلوا صغيرات عندهم زوزل ثلاث حاجات يأكلوا فيهم ممتا وما يأخذوش منه ما هو الحل وقتها وقت الام ولا البو يقدم الماكلة هذيك الصغير وما ممغدوها أومليت ندو هيلو مرة أخر ديما ننبخيز حتى لين يوال يستنس بها ويوال يذوقها وبشوي بشوي كل سواء العظم كل سواء الخضرة كل سواء الغلة ما حبش الغلة هكيكة نعملو هيلو في سالة دفخوي نعملو في جو الخضرة كيف كيف نرحيوها ونحطوها في الكفتة معتها فام طرق نعملوهم باش نخليو صغير يقبل الميكلة هذيكة هنا معتها هي الفيت اللي ما يكلش حاجة موجودة برشة تخيف خيانة لنك احنا لازمنا نكونوا دي باران افرتي معتها ما تكونوا معتها يفهموا على الحكاية هذية اللي هي عادية وينجموا يتعاملوا معها التغذية السليمة للأطفيل هذو نصيحة كنتي للتغذية وقت اللي يجيو هما لصغار الكابيني ونعلموهم كيفاش يتعاملوا مع العناصر الغذائية نفسرولهم اللي معنتها كيفاش يكاون صحنو شنو ياخذ من كل مجموعة بشي كاون صحنو معتها بشي يكون عنده المكونات الاساسية لنمو متاعو نقولولو دي ما تبدأ ملسوخ دو خطيين خطروا قاعد في تاورن وموقع ديتوين قاعد يعمل في موسك وكثير لازم لازمنا نحاول نقنعوه انو يكل ترف الحم حتى شوية العظمة ترف الحوت هذي نبدأ به ما بعد نتعدي ولي معتها السوق سمتاع الفيتامينات ولي فيب اللي هما الخضرة والغلة نحاول كيف ما قلنا قبيلا نقدموهم طرق مختلفة حتى لنوا الصغير يكلهم وابع نتعدي ولي مش على خاطر الصغير ضعيف نعطي اللي نسمي هاكل الملبوف نعطي هاكل الهونبورغر والبيزا والفريت والحاجات الدس ما برشا راه هذي كما هو شي حل راه يكل عذمة وشوية خضرة معتها وكعبة غلة في الدسير راه دي والحاجة المهمة لا تتجبروش ولا لا تتجبروش لا تقولوش لا تقوم التاغل لكن لا تكمل صحنك هذي كغلطة كبيرة تزيد تتكبر المشكل وفام برشا حلو الأخرى كيف ممارسة رياضة هذا ما نساقح للاولية بالك شي اللي يسمع فينا هذا ما حلو المعنتها باش نتفدي والمشكل هذي الرياضة ممارسة رياضة بسيفة منتظمة تحلو شهيد وصغير تتكبرو البزوان ويوالي يأكلو ويوالي معنتها يتحسن شكرا لك مادام عالمعلومات لهذوما الكل مادام مريم شارقي اخصائيات التغذية والتغذية العلاجية شكرا لك عالمعلومات هذي الكل يالا لحديش وستة وعشرين دقيقة علي في محل راديو ونخرجو موزيكا وقت التونسي ونرجع معكم في المادام واجهة بشي نرجع مع اخونا لو اي في رسميات تخيل عندك نص نهار تبع المادام وشوف اللي صار مع واجهة الجندوبي على اي افام احلى راديو تحدش وقصاتك في دقيقة على اي افام احلى راديو مكملين معكم حتى لنص النهار معايا اخوتي وتوت سويت نمشي والأفكة واحد فينا اخونا لو اي ولا مصار في رسميات بز القضية رسميات اليوم بش نتكلم بصو شوية في التاريخ نرجع للتالي شوية بش نرجع لستة وعشرين الجام في الف وتسعمية وثمانية وسبعين اللي هو اخويا داليش ريا الخميسة الاسود اهي الخميسة الاسود بش نرجع للتاريخة ذايا عندك خطر تحبط لك بوتس وفتاج مسمي ليه وريدك يبيه هاي الخميسة الاسود الخميسة الاسود شنه يصار فيه جيش اقول نار ثاني بتاعت جمهورية نحكيه على نحكيه على ستة وعشرين جام في الف وتسعمية وثمانية وسبعين نرجع لتاريخة ذايا لخطر هبطة عريضة في هبطة الاتحاد العام التونسي للشغل خلينا نقوله باسم من سناش ستة وعشرين جام فيه الحكاية هذي والعريضة اللي هبطها الاتحاد العام التونسي للشغل يحب وانه الدولة تعترف بنهار ذاك وتحطوا يوم وطني اه على خطر صارت فيه برشة حاجات واستشهدوا فيه برشة ناس وتجرحوا زادها كيف كيف نرجعوا ستة وعشرين جام في الف وتسعمية وثمانية وسبعين اما قبلها تونس تمر بفترة صعبة انتهاء التجربة تعظو دية في السبعينات اه الهاي دينويرا اه خلينا نقوله وزير اول يدخل بالاقتصاد التونسي الى اقتصاد الليبيرالي رأسمالي ويدخلوا في الاقتصاد العالمي تدهور الامور الاقتصادية والاجتماعية وتبدأ المواجهة ما بين الاتحاد والنقابة الكبيرة في تونس ونظام بورجيبة وقتها نحكيه على ما بين اعوام ستة وسبعين حتى تكشي بثمانية وسبعين ما اهم عام تقريبا هو عام سبعة وسبعين سانة الاضرابات اه اشتر ثاني ستة شهور ثانين بتاع اه عام الف وتسعمية وسبعين اتحاد العام التونسي الشغل يعمل برشة اضرابات في برشة مناطق ومصانع ومنشآت حساسة اللي تخلي النظام اه يتهدد نوعا ما يشوفوا انه الاتحاد العام التونسي الشغل ولا على اساس اه حاجة تقلق حاجة لازمنا نشوفوا فيها وخلي لازم نفكروا العباد وانه وراه الاتحاد العام التونسي للشغل والقيادة نتاعه وقتها لحبيب عشور كان زادة في قيادة الحزب الحاكم على خاطر ما بعد الاستقلال تقريبا كانت فما تقارب كبير برشة ما بين الحزب الحاكم وقتها ما بين اتحاد العام التونسي للشغل اه اضراب متاع اضرابات الف وتسعمية وسبع وسبعين خليت الحبيب عشور يخمم انه يستقيل من الحزب الحاكم نظام بورجيبة يبدل يعمل تغييرات في وزارة الداخلية ووقتها يتنحى الطهر بالخوجة اللي كان معروف علينا وعن ماء اللين ويمشي اكثر اللي سياسة الحوار اه ويتحط في بلاستو وزير الدفاع وقتها اللي معروف عليه وانه متصلب كيف كيف في البريودة ذيك تحط اه زين عبدين بن علي ك اه مدير امن اه وطني لهنا الاتحاد العام التونسي للشغل يحس بالخطورة نفكر وانه وقتها لأياماته ذيك تونس تعيش تدهور اقتصادي واجتماعي كبير برشة اه ما فاميش تفاوض ما بين الاتحاد والنظام على الوجور على برشة حاجات على السياسات الكبرى متاع اه تونس ويجي نهارتين وعشرين جامع في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين الاتحاد يعمل هيئة ادارية يجتمع ويقول وانه بش يعمل اضراب عام المظاري في البلاد الكل بعد نهارين اربعة وعشرين جامع في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين يقرر وانه الاضرابش يصير نهار ستة وعشرين جامع في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين نظام بورقيبة يحرك الجيش ويحرك قوية الامر بش يحاصروا مقرات الاتحاد العامة توصي لشغل في كامل ولايات الجمهورية تهبط ميليشيات وقتها الحزب الحاكم اللي تسميها النقابيين وقت تسميها ميليشيات الصيح نسبة لمحمد الصيح اللي كان رئيس الحزب الحاكم يحاصروا مقرات الاتحاد تبدأ نوعا ما اعمال شغب على اساس الحزب الحاكم وميليشياته يحبي فبرك وانه الاتحاد والنقابيين يعملوا في اعمال شغب وحرق المنشئات العمومية وكي يصهر الاعتقال المتاحهم والتوقيف المتاحهم قيادات الاتحاد تقول للناس ما تهبطوش للشارع على خاطر رابش تصير برشة حاجات ولكن صارت هبة شعبية اضراب تعطلبة اضراب ناجح والناس طهبت للشارع خاصة في تونس العاصمة وفي برشة بلاي سخرين ستة عشرين جان في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين النظام القاروحه مهدد النظام القاروحه في كوان تصادم مباشر ما بين اتحاد العام التونسي للشغل وما بين قوة الامن والجيش يتم اتلاق النار على المظاهرين السلميين في كل المناطق ويبدأوا شهداء يبدأوا يموتوا الجرحة الاحصاء بالنسبة للنقابيين يقولوا اكثر من اربعمائة واحد تقتل في ستة عشرين جان في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين وقتل النظام وقته قالوا انه ثين وخمسين كهو جرحوا ولكن الاكيد الجرحة هما بالمئات تقريب اربعين سناء بعد او خمسة وتلاتين سناء بعد الحادثة هذه الاتحاد العام التونسي للشغل يخرج عارضة بيتيسيون يخرجها في الفيسبوك وفي الموقع متاعه باش الناس تصوت وترد نهار ستة عشرين جان فيه هو يوم وطني لرد الاعتبار للناس اللي توفيت وقتها للناس اللي تجرحت لا توالي كيف كيف للناس اللي تم اعتقالها من بعد وستة عشرين جان فيه باشر 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 فيه عقلك عديد العرومي تجري اذيكا بعد مطلقاش البيسترا سارت لي لا توصر تبديل تصو ستة عشرين جان في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين هو يوم داموي تتفكرته الهيئة الحقيقة والكرامة زيدا في العادلة الانتقالية تم تذكير به وانه النظام وقتها قتل برشا ناس واعتقل برشا عباد زيدا وتم بعدها حملة اعلامية كونتر الاتحاد العام التونسي للشغل وحب يتم تشويه اليوم ذاك على اساس سار برشا حرق وبرشا شغب ولكن الاتحاد اليوم يرجع بعد برشا اعوام باش يرجع يفكر بستة عشرين جان في الف وتسعمائة وثمانية وسبعين اما سويا اللي تترح طوال واي عليش اليوم العريضة هذي تعملت عليش السنين بالذات عليش في الفين وواحد وعشرين واثنين وعشرين بعد السنين هذو ملكول عليش اليوم بالذات تذكره تقريبا كان نجمه نقوله حاجة وانه نربطوها يعني بسهولة جدا معا شناء قاعد يعمل رئيس الجمهورية في تغيير الايام والاعياد الوطنية من كي بدل 14 جامب في 17 ديسامبر وصارت ما مش هذيك الاتحاد بش يظهر زادا هو شيقول رو عنا ايام وطنية رو نحن نظلنا على بلاده ذي وقفنا البلاد هذي يحب يفكر بستة وعشرين جامب في 1978 اللي هو من ايام من اهم الاحداث والايام اللي تعديت على تونس الكل ولكن نصور في منافسة لرئيس الجمهورية خاصة خاصة وانه العادلة الانتقالية في تونس منش حتش ما تمش انصاف الناس ذوكم اللي ماتوا واللي اعتقلوا زادا واللي اعتقلوا زادا في الوقت ذاك ونصور وانه جاء الوقت حقيقة كي نرجعوا الاحداث والتاريخ نرد الاعتبار ستة وعشرين جامب في 1978 اجرام الدولة في حق الناس في حق النقابيين ونتصور وانه من حق النقابيين انه يولي يوم وطني خاصة بالنسبة لتونس الكل شكرا لك لو اي شكرا لك مشكور رسمية نقاوه على الباش بيسبوك بتاعنا راديو ايا فيهم لحدة شخصينة واربعين دقيقة وثلاثة واربعين دقيقة ناخر نشوف فاصل صغير وراجعين مع الضحك والضمار مع أخونا راجح في شد روحك شكونا شديت اليوم ان شاء الله خير شكونا 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 نقل لك اسم الشخصية من بعضه هل تعرف السيد وإلى ليه خانا نبدأ روبريك بسم الله مرحبا بيكم الناس الكل في شد روحك الروبريك اللي تهتم بكل الشخصيات الفعلة في تاريخ الإنسان أما بطريقة إنسين الإنسان الإنسان بدينا نتقدمه في أمور أنجلي زي وعندها ومعندها حتى علاقة لا بالكرة لا بالبغض ولا بالتطبيق كما نقوله هكا روبريك نفس مؤمنة بحكم اللي في عطلة كنا ناخده شوية ونخدمه على الفولي الثقافي والتاريخي وكنا حكين على توما سيديسون اليوم باش نعدلوا الكفة اخترنا واحد من أكبر المخترعين والعلماء المسلمين اللي لازم نذكروا بيهم خاطركين وسبقين في عدة مجالات بطل حلقة اليوم من شد روحك لازم يعرفوه كل الناس طار مركب جوانح وهبط لابس عباس ابن فرنيس من هو دوبلكش عباس ابن فرنيس والله في بانك الحكاويجي حكاويجي واحد يحكي في العواج سلكنيها ما قالش عواج سلكنيها قال حكاويج هكا اللي يجي بين النومرو والنومرو في العواج هو عالم ومخترع أندلوسي في عالم الطيران مهندس مهندس يلا نبدأ الاسم حسب الدفتر العائلي عباس ابن فرنيس بن وردس التاكرني تشوف الاسم لهنا امور اسم سيبا جان يدفونس ما تصوروا حتى كمسكين كيتوقف في براج ما يتعداش في الجهاز ذي وممكن يسر لوخيين في القاعة يقولوا سايبوا واطلبوا اللطف سنة الصنع عام ثمانية مية وعشرة نذكروا وقت اللي كنا ما نحرقوش خويا يوسف للأوروب على خاطر كنا نملكوا فيها طبط أرض وقت يحس يا ننسينا وإلا حاجة هاي باهية هكذا يقولوا الأخت المغرب ظهر بظهر نحنا وياه ما كان الولادة تولد في رندا ولهناء ما يلزمناش نعملو حتى فانم بعدها باش ما توليش بوب وإلا بلاسمو دو بروديو معناها أكافازيتك باش تقول جي في العدد اثنين ولا هبطك الكاني اللوني والجوة ذاكة ليه اكثر بيتراحك براحك ولا وهينا مولة ربريك ما تخصبش علي الكونية حسب عالك ماركتينج صحي الكونية انا ذاك كانوا عايتولو عباس ايرباس ماكش مكش مصدق كنت معاهم انتي كانوا عايتولو عباس ايرباس في بطاق تعريف عالم مختارع الشاعر فيلسوف موسيقار معناها كان جاي في اياماتنا راه يقرر يسباح فلسفا بعد الظاهر يمشي اللابوراتوار يختارع لعشان يصحف فيديوين الشاعر في معرض الكتاب وفي الليل ينحت في المايسترو معناها لازمك تكون الساعة سكيزوفرين وبيبولير وعندك اخوك تواما ومن برج الجاوزاء باش تخلط تعمل لخدم اذوما الكل مع بعضهم وإلا على قليلة على قليلة تعادي ميتين عام ارباط في مكتبة كيما بيت الحكمة من اهم اختراعاتو ركزوا مليحلانة ايه يال يال اخترع الساعة المائية ايه حاجة لبسها انتي زاد اليو الليونات تصور انتي تصورتي من وقتاش ستيلو حبار تابعو الميترونوم متاع الموزيكا الميترونوم مشدو عليه التيمبو وغير ذلك عمل زادة البلارم الحجر ورمل صنع زادة قال اسمها ذات الحلق المعروفة اكثر باسم الاسترلاب ساعة نشوف انتي الاسترلاب صعيب بش تكتبو فما بالك بش تصنعو معناتها ما استرلاب كل غايل ما الاسم الله وعلم استرلاب مهام هي اسمها ذات الحلق ملو بعد استرابوها الحاصل السيدة دايك كان يختراع وحده كإنسان عبارة على زون انديسترية المتاع المغيرة متكامل شامل ظروفه طيبة هذا الكل كوم والاختراع الأعظم كوم اغرق عمل جوان حلوح فوقهم ذره ريش وقرر عباس يعمل أول محاول الطيران بنفسه شوف شجاعة له هنا مختارش كوباي ما نجرب واحد واحد ما نعقب عشية قال وش صار ها يا أخوي أعملها كا قرر بش عمل تجربة هذي وهو في عمره سبعين سناء مجيش شاعة كوميم صغير بها بها دونك نهارت هامشي قاس الدم خذي الدواء متاع الارتروز مريك القصاد دربي عمل هكيه ونجز يخيه بهم طار شوية هو مسافة محترمة ورصات في كسر في الأرجل ولكن الحمدول هلاباس ما أثرش هذي على عباس بن فرنيس المهمتا توفى سبع سنين بعد تعضل صحة صغيرك بعد شكرا راجع مرسي بكو محلي البرسوناج متاع اليوم كيفاش هزوا للدكالي جيب لألوركم عندو حتى دخل بالدكالي للبرسوناج مش ليه ليه اختراع هو مش ليه مش ليه اي طو عرفته مش تحصلني طيقته في ذاته اختراع اختراع اليونات اللي تسرقت استرليم ملاحظتوش حاجة معانتا كي نحكيو عالشخصيات الزومة معانتا الاقديمة شوف معانتا هالمجالات اللي كانوا كل شيء يعملوا فيهم معانتا تلقاها فيزيسيا ماتيماتيسيا وطبيب وانجينيور وعالم فيزياء وعالم فلك معانتا تتفكلهم الاختراعات معانتا يتسمى الشخص اللي كيف انهاك معانتا حقيقة انه كانوا موجودة معانتا لسيبور الوحيدين اللي موجودين لسيبور بابيه ما كان موجود شيء في الدنيا وتخلط العباد تكون معانتا على دراية كبيرة ياسر معانتا حتى في اللغة والفقه وما الى ذلك ويعملوا معانتا في اختراعات اليومين هذا قاعدين جسد انطوروا فيهم ما نش نعاودوا فيهم فهم حاجة اخرى مثلا اللي نستعملوها الناس الكلي هي الكاميرا اللي هي جاي من الكلمة العربية اللي هي القمراء اللي اختراح ابن الهيثم كيف كيف نحكي على الجبرة الخوارزمي نحكيه برشة برشة حاجات جايين معاندا العلماء المسلمين خاصة فترة الازدهار وقت كي كانوا في اللندالوس وقتها ضد المخطوطات وعليش فكت كما نقوله نحنا الضو عليهم هما اللي اختراعوا على خطر تاريخيا من بعد البندالوس راجعت للغرب خلينا نقوله والمخطوطات الكل اللي فيها العلم ماشي الحكمة سيدكي فيه ومشي ومالقاوهمش ومفهمة حتى تراس ومفهمة حتى مجلد اخر حتى بترجم اللغة اخرى هذوكم ضاعو ضاعو معتاو افهم لرشير شوين وصلوا انا ذاك شكرا لكم محلية من معلومات متاعكم من الاسف الشديد تو عندي الاخبار النوجوه اللي ما عندي حتى داخل بالبعلوم بيت اذي يالا توتسو يتخبار النوجوه ستان يوز مع السحري بحري احنا عرفت شنية عرفت تسونامي كلموجة الكبيرة تبجي فورو رورو اكي كبير هو تسونامي هبطت علينا نهارة السبت اللي فيت ونهارة الجمعة اللي فيتت هو اخبار نبدأوا به تحكي عليه برشا الويكاند هذي هو للأسف طورت الفنان نور شيبة في قضية مخدرات شفنا برشا تضامن معاه من الفنانين الزملاء وزادة من الزملاء الاعلاميين ربي خلص وحلو نقولوا نحنا المتهم بري حتى لين تثبت ايدانتو لكن فما زادة شكون ما هبط حتى شاي بدون تضامن وفما زادة شكون هبط اما في النيغاتيف يعني مثلا نربين سفار تقول في تدوين عليها على الباش فيسبوك متاح الفنان مثال به يقتدى به يعطي السعادة والفرحة للناس اما كان ولا يروج في المخدرات يقتل في شبابنا لذلك يبيع لهم في السموم تقول هيا راهو عار على الميدان الفني والقانون فوق الجميع متصوروا لي تتبعتوا نحنا الاخبار وقت اللي ماشي ننكوروا اسمعنا بي نهارة الجمعة الكلنا تشوكينا نوعا ما لانو الاغلبية الهني نعرفوه نورشيبة نعرفو أخلاق ونعرفوه هو كيفاش كيفاش تقبلتوا لاخبار راجع تقبلنا للمفهمش يسير شوك الحق متعربي معناتا مش من خبيل متاع اي ممكن يعملوا كذي وما زلت الحكاية مهي شواضحة ما زلت الحكاية مهي شواضحة ما زلت الحكاية مهي شواضحة هو الرول متاع وشنوه نعرفو خاتر اسكيباري معنطا فما السلسلة كاملة نقول وحنا فما كعبة دومينو هبطت طيحة جول كله معناتا دونك ما نعرفوش هو انترفونو وين بالضبط في وسط الموضوع هذيه ما زلت الابحاث وحتى الموحامي بتاعو الاستاذ مونير بن صالحة احكي وقال راهو مزل مفهم حد شي واضح وهو متأكد انو الكليون تاعو بتباع باري صرتوب اللي نحنا فيكو شاباب لهنا معنطا لازم نحكيو دي سكور للناس باليكش والشاباب اللي يسمعو فينا ابعدو معنطا كل البعد عالمخدرات راهو ما عندها وين توصل راهو حاجة اختيرة بارشة لبدوناتكم لجيوبكم لبدوناتكم لصحتكم لمستقبلكم زيدة دونك ردوا بالكم حاجات هذين تعديوا لاخبار الثاني مش نحكيوه على الفنين شرفنا بارشة في العالم العربي هو الفنين سابر الرباع اللي في انترفيوه في برنامج حبر سري وينكشف الفنين سابر الرباع أسمع بالكدية راجح لانه خبر معنطا اعطاه هو وعمره اللي احكي فيه الموضوع كشف الفنين سابر الرباعي تفاصيل لأول مرة في مسيرته يقول لك يا سيدك يا ابن سيدك عرضوا علي دور أشرف عبدالبيقي في حب البنات ورفضته أشرف عبدالبيقي اي ورفض الدور هذي دور موهيب في الفيلم هذي لعبه الفنين أشرف عبدالبيقي قال سيدة اللي معنا تجيوه برشة عروض بشي مثل أما وقته مزيل يلوج على روحه كمطرب شا قولك راجح؟ صابر الرباعي كممثل والله كان من عرفوه جيو ممكن كان يعطي حاجة بي انت تفرشت في الفيلم بحب البنات ممكن كان ينجح في الرول هذي يا ابن واشرف عبدالبيقي يقيم هذي كبير ياسر فنية ما ننكروش هذي كارو خطفتك كارو جربها الحقل تعرب اي والله يانا تيتور راهو كدت مثلا عندك فولي وإلا أكس معين تخدم عليه صابر الرباعي و شواليك زادا كما قولوا احنا بملتي بوتانسيال زادا ولو عندك فنين وممثل فرد فرد وقت صابر الرباعي مستحقش للتمثيل النجومي اللي خذاها السلطوف العالم العربي يعني تقول انتي حقو خطف حقو جرب لا تجربة ونية حاول نعرف بارشا مع انتا مغني كما مصطفى أمر مثلا في كل فيلم يخرج لك هيتم تعارني كاتناجم تمشي الكامبينيزون هذي كامزيني يسر اي حسنى حسنى كان يسمع فينا صحيح يسمع فينا صحيح يسمع فينا صحيح يسمع فينا جار 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 جيك سيناريو جار والله الحاب نشوف سابر الرباعي يمثل لكيه بار كوريوزيتي الحقيقة شكاولك دوبلك بالله انا 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 كنجيت في بلاست ونحترم رايو لا لا كنجيت في بلاست ونحترم رايو ونقعد شدد كان في الفن خاطر مركز في الفن بتاعي خاطر رايعت في بروديو ميزيين صوته ميزيين خاطر كان ينجم بتاتخ يمشي للتمثيل يولي عندو وقت اخر في بلاستة اخرى دونك دوكو ينجم يمسو ان ديعاك تماؤو في الغناء يعلم بعد فوزي بن جامرا في تونس وادها من بونسي في الأردن فما كان فنان كبير واحد اخر اعتزل الغناء ما اعتزل شوقف الغناء حاتبوز حسب رايقون شكوون ما عتينا من ايين ماذا ، ما نعتيش من بريتانيا اا قلت الPro اي ات والد و께서 تصور جن مثلاً ما زل كيرجع استرومائيل بعد معمل توقع فمهاش غريبة راهي في الدنيا كونه مثلاً يكون واحد يمتهن الغناء أو فنان ولا كذا وبعد يقول بطلت معانتها ماكش ابليجي كونه تبدل كاريير متاعك كفنان ويلزم اكتناها كفنان خاطر فما معانتها كل واحد والبلونت كاريير اللي كان يشوفيه كل واحد وشنو ما الحاجات ينجم يكون معانتها ونعرفوا برشا فنانين كما مثلاً جايزي جايزي عندو امبير معانتها يجاري فيه بخلاف الموزيكا ماهو زيد؟ امبير واحد اخر بيونسي مارتو مارتا نجم تكون برشا شريكيت وكذا ما عادش عندك الوقت تسير يبين ارجيس ترموه تلحين تورني مونديال وكذا وكمام عندك زيدة لفريات اللي قاعد جاري فيها وشوف الاف لسالريالي يقض متحتك فكي تقص عالموزيكا عهادي شكراً شكراً راجح 11 و 57 دقيقة بخبار النجوم هكا كنا كملنا البرنامج بتاعنا اليوم عندك ديديكاس قالت كلمة بابا سهلة تتقال أما صعيب تتحس بالنسبة لي نحسها كل يوم بضحكة بغزرة بتبسيمة بكلمة كي نقول بابا نقصد برشا معاني كي نقول بابا نقصد بها سندي وظهري نقصد بها الجبل اللي قد ما جات عليها الدنيا ما يخليهاش بيك نقصد بها العيد اللي كي تطلب منه نجمة يجيب لك السماء فوق ظهره نقصد بها سدر لحنين اللي نتخبه فيهم الدنيا والعقل الرزيل اللي نستشيروني خضرائيو نقصد بها القلب الكبير اللي يبجلني على روحه وينحي من فمه ويعطيني نحب نقول لك نحبك يا أغلى علي من روحي نحبك يا بابا سيموندر لهويشي كل عام وانتي حيبخير يا سيدي كل عام وانتي حيبخير سيموندر محليه الكلام شفت عليه قطلك هير محليه محليه الكلام يلا رزلتات الصنداج واحدة سبعين بالمئة قالوا بالتبيعة نحتفلوا بالريفيون ماريب عشرين بالريفيون قولوا ليه ما يحتفلوش شكرا لكم راجح لو اي دوبليكشين نتخابلوا ان شاء الله غدوة 11 و 58 دقيقة وقت الميتيو الأخبار وتجيكم خلود في 90 دقيقة يلا باي باي يا دماء متبس مدام مدام مت تسعة ونصف نوص نهار